سيب حضراتكم دلوقتي مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع مينة فضاليا مينة شكرا هدير التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس البلغري رومين رادف تناول سبولات عزيزة العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية والاستثنارية والتجارية فضلا عن التعاون في مجال الطاقة وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي متانة العلاقات مع بلغريا وتطلع مصرى لتعزيز أليات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين على شتى الأصعيدة إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي من جانبه أكد الرئيس البلغري الحرصة على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وتطلع لتطوير وتعزيز علاقات التعاون المشترك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعملية الزرع والمرضى والمتبرعين جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي لمتابعة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر حيث اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي الخاص بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية كما وجه رئيس السيسي بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية وتشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة مما يحقق دخلا اضافيا للفريق الطبي تنسب مع الجهد المبدولي في تقديم اوجه الرعاية الصحية وجه رئيس السيسي بالاسرعي في الخطوات التنفيذية لانشاء مخازن الاستراتيجية للتخزين الطبية على مستوى الجمهورية وذلك بهدف امتلاك القدرة لتوفير احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستدزمات الطبية والدواء وذلك وفق المعايير العالمية وباستخدام احدث الوسائل التكنولوجية مع توفير عوامل استدامة فعالية الادارة والتشغيل جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة مستجدات انشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة اجراءات اعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية استعدادا لطرح حسص منها في البرصة واكد رئيس الوزراء ان هذا الاجتماع يأتي في اطار استعراض الدراسات التي تتم حاليا باهتمام فيما يخص طرح حسص من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية في البرصة تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بهذا الخصوص حيث تم استعراض خطوات اعادة هيكلة كل من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وطنية والشركة الوطنية للمشروعات الانتاجية صوفي كما تم استعراض نتائج الدراسات التي تستهدف تقييم تلك الاصول وبحث الخيارات المتاحة في ضوء الاهداف المستقبلية لنشاط تلك الشركات والعروض المقدمة من جانب المستثمرين الرغيبين في المشاركة بهدف الطرح قبل نهاية هذا العام جدد الامين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش دعوته إلى القضاء على الأسلحة النووية في العالم واعتبر جوتاريش خلال جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة مخصصة لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية أن فكرة خوض أي دولة قتالاً وانتصارها في حرب نووية هي فكرة مختلة وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون إزالة الأسلحة النووية بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الأمريكية مارك ميلي مع قائد القوات الأوكرانية فالري زالوجيني سير المعارك في أوكرانيا وجاء في بيان لهيئة الأركان الأمريكية أن ميلي بحث مع قائد القوات الأوكرانية دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا ووصفات هيئة الأركان الأمريكية أوكرانيا بأنها شريك أساسي لحلف شمال الأطلنطي الناتو ومنزمة بالسيادة الوطنية لأوكرانيا منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتعاقد السابق مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية أدوارد سنودن اللاجئة في روسيا الجنسية الروسية وكان سنودن قد صرب في 2013 بيانات سرية تكشف الطريقة التي كانت تجمع فيها وكالات الاستخبارات أمريكية بيانات شخصية للمستخدمين خصوصا عبر جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت استضمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا عمدا بكوايكبي في محاولة لتحويل مساره وذلك في اختبار غير مسبوك يهدف لتعليم البشرية كيفية منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض المركبة الفضائية التي يقل حجمها قليلا عن حجم سيارة استضمت كما كان متوقعا بالكوايكبي بسرعة تزيد عن 120 ألف كيلومتر في الساعة نهاية مجاز التساعة وده الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر